السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام اهلا بكم مبدئيا كده ربما يكون المشهد مدايق كشوية او ايه اللي يوصل البنطلون للمرحلة دي او ده لازم يترمي او هنعمل في ايه لا اول حاجة نصالي على رسولنا الكريم اشفى خلق اجمعين مفيش حاجة ملهاش حل يا جماعة مفيش حاجة ملهاش حل والناس يعني ظروف على الاد فما ينفعش ابدا نقول لحد لا ما ينفعش انت تاخد البنطلون ده ترميه او ده خلاص ما ينفعش لا اده احنا اللي بنعمل من الفسيخ شربات احنا اللي هنعمله نوضبه نجائزه وبطريقة بسيطة كمان وبتقبل شديد جدا جدا طيب بصوا مبدئيا ده قطعة القماشة لان هعمل منها سمكة هشيل الحجر لان البنطلون ده بنطلون شغل فما ينفعش نحمل الناس فقط قيتها يعني لو الشخص ده مش قادر يجيب بنطلون وعلى بابا الله كل يوم بيومه هيجيب بنطلون بقى ولا يروح لولاده بقرش لأ فاحنا لازم نعمله ونكون ايه نخترع كمان ونجهزه كمان وما نغاليش قوي في الاسعار عشان انتوا عارفين لو اما يعني يقدروا يشتيلوا بنطلون تعنيه ومش هيجي يوصل البنطلون للمرحلة دي ابدا طيب انا طبقت القماشة وبقص المسلس ده بالشكل كده اهو بحيس انه برضو انا خدت الحطة القوية اللي فيها الخياطة اللي في النص اهو شايفين دي السمكة بتاعتي هشيل السمكة بالبنطلون على فكرة البنطلون لون السمكة لكن انا بس مزودة اضاءة هتلاحظوا حتى خيال الاضاءة عشان اه لون لسود بيبقى صعب في الشرح فانا عشان كده زودت الاضاءة لكن البنطلون هو نفسه لون السمكة طيب انا هشيل الحجري ده كله اهو لانه واحد ان ساحب البنطلون كان بيروح لحد يعملوا البنطلون فبيستسهل ما يحطلوش سمكة فيعضي خياطلو كده من فوق لأي غاية ما ايه الحجرة هالة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اهو بصوا انا هشيل بقى الحجرة خالص اهو شلته تمام لا يكلف الله نفسا الى وسعها فعايزين نكون ايه رحمين ببعض شايفين كان بيعملوهم ايه في الخياطة طيب بصوا بقى احنا هنحط السمكة الجميلة دي وكأن ما فيش حاجة حصلت وكأن البنطلون مفوش اي مشكلة تمام هننزل نعمل لايك لان احنا بننسى كل سنة وانت طيبين رمضان الكريم علينا وعليك يا رب والله اكرم هناخد ناخد بالنا بس عشان اه صحيح عملنا السمكة دي كتير قبل كده لكن احنا عايزين ناخد بالنا عشان خاطر ناس بتكلكع معهم وبتبقى مزرورة من ناحية ومش مزبوطة من ناحية بصوا انا هاخد من اول هنا واخيات السمكة كل جنب الوحدها كل جنب الوحدها يعني ما لفش بالسمكة كده على البنطلون كله عشان هيبقى في فرق عندي ممكن يعملي كسرة ويبقى شكله مش لطيف بصوا انا هاخد كل جنب الوحد هسبت الخياط الاول هدايا الغراز عشان ما يفكش اهو واخديها بقعدة لو هام السمكة البنطلون جبردين او جنزة لازم يكون من نفسها خامة عشان تكون قوية ما احطش خامة خفيفة ابدا اهو من سعر بين الناس جابرة للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر خدوها حكمة عيشوا بيها على طولها ترتاح والله العزيم لانه انا بشوف ناس اه تبقى جاية مسك البنطلون بالشك ده ومكسوف ومحرج انه هو مسلا ايه يقولك انه مسلا البنطلون بايز او مش قادر يجيب غيره ولا لا لا يعني لا بلا عكس خالص لانا بشوف حاجة زي دي لا اندي تتعمل اه لا ما فيش مشكلة تتعمل لو ما فيش سمك انا هدور عندي لو فاهمين فلازم يبقى التعامل كده اهو واخيط على الجنب ده كده واحدة واحدة اهو وزيادتها اشيلها انا لازم اعمل السمكة كبيرة عشان انا مش محتاجة لباية اشيله لكن معاملها جاية ابدا اهو بصوا كده خيطتها ودي الزيادة اللي انا عملتها اهو بصوا هخيط اخر جنب ده هو ده كده اخر جنب هخيطه اهو بصوا بقى كده رأيكم في اي مشكلة اهو ده في الحجر وما بيظهرش وفي نفس الوقت مش مكان دايب ولا اي حاجة ويقدر يشتغل بفترة طويلة كمان اهو تمام دي كانت فكرتنا الاولى طيب الفكرة التانية الاميس ده هو المفروض اميس المزبوط وعندي حوالي تلات امصان بالشكل ده هنخليهم نفس المقاسي الاميس اهو طبعا انا زررت الامصان عشان اعرف اه اشوف الزيادات ايه بالزبط تمام طيب بصوا بقى انت بتقيسي بالشكل ده عند منطقة الكتفي يعني انت بتشوفي كده الظهر كم سنتي علشان تعملي الناحية التانية بالزبط ادو اهو شايفين ده خط الظهر ده هو اللي انا عايزها مزبوط. وده الخط اللي دايما بعتمده هو انا بشتغل خياطة في اي حاجة. بصوا اهو. شايفين? انا لقيتها هنا كام? يعني اللي لقيتها بقى شايف من نسيت بجد من شغل المحل ومعمول من كزا يوم. فبصوا اهو. اهو شوف بقى هنا زيادة فانا لقيت زيادة حوالي ستة سنتي. فستة سنتي دي لازم اقسمها اليمين وعن الياسور. يبقى تلاتة سنتي يمين او تلاتة سنتي شمال. او في طريقة تانية اللي هو اتني الاميس بالشكل ده اطبقهم. واطبق الاميس التاني. وابتدي بقى اشوفي الزيادات. هنا لازم اساوي الاميس الخط الكتف على خط الكتف بشكل مظبوط. ركزوا او في الفيديوهات اللي من النوع ده لان هي اللي هتجي لكم لو بتعملوا مشروع الخياطة سواء في البيت او المحل هي دي اكتر الفيديوهات اللي هيجي لكم. دي اكتر شغلة هيجي لكم. هو زي تعملوا الامصان دي تقدوها خلوها زي بعض. هروح مطبقة تاني. المزبوط معايا بنفس الطريقة. واخلي من فوق عشان الزيادة بتاعة الاميس الابيض تظهر لي من تحت. اهو. شايفين? ونفس الحكاية في الجمع. طيب. تعال نشوف بقى كده على المكان هنعمل ايه? طيب نسينا نعمل لايك. طيب اعملوا لايك يا جماعة فضلا وليس امرا. ولو مش هتعملوا لايك نصلي على الرسول الله عليه الصلاة والسلام. بصوا بقى. اهو. دي كده الزيادات اللي عندي اللي انا انزل بيها. اهو شايفين كده? طيب. اهو. القميس لما بيكون خط قلم بيسهل علي ان انا امشي على الخط ده والخيط هتطلع مزبوط. بص انا مشي على القلم. اهو. هنا ممكن القميس يتخيط يعني بخيط لونه ابيض او بيج او لبني او اي لون فاتح. مش مقيد ان انا ايه? هنا التزم بلون الخط والمكوكي. بس لو انا يعني عامل لون الخط ابيض بيكون افضل. يعني بتبقى لفتة واهتمام آآ الناس بتقدرها. تمام? انا بخيط كده وتساوي هنا طرف القميس. ونفس الحكاية الناحية التانية. عايز اقول لكم لما تجي تعملوا مشروع ولسه مبتدئين ولسه الناس مش عارفاكو. فالناس بتبقى الان شوية لانه آآ الناس بتبقى عارفة آآ ترزية معينة او خياطين معينين ما بيحبوش يغيروهم يتعوضوا على شغلهم. وببقوا قلقانين شوية من الناس المبتدئة الجديدة. فاعملوا عروض. يعني ايه عروض? يعني اعملوا مثلا يوم آآ بنص التمن. اعملوا عشان الناس تشوف شغلكم. مش قصدي ان انتو تسحبوا شغلة من حد آآ رزق على الرحمن سبحانه وتعالى. ولكن علشان الناس تشوف شغلكم وتشوف ان انتو مبتهدين ويجربوا عملكم. تمام? فاعملوا عروض بالنوع ده. اعملوا عروض ان مثلا قطعة تصليح عليها قطعة هدية مسلا تصليح. او ان انتو مسلا في يوم معين بتعملو آآ يعني ايه? آآ صدق على روح حد معين آآ آآ لحاجة معينة في يوم بتعملو كده مسلا في الشهر او كل شهرين زي ما انتو عايزين او زي ما تقدروا تعملوا ده. ربنا يوفق الجميع اللهم امين ويصلوكم الخير يا رب ويرزقكم من حيث الله يتحتسب. بصوا. انا كده بساوي. طبعا هنا هتلاقي فيه كشكاشة وزرزرة من تحت الابط اهو. بسوا كده. دي شايفيني الكشكاشة دي? اكيد الناحية التانية نفس الحكاية. بفتح بس الزررين. طيب. آآ تحت الابط كده بالمقص فتحة كده صغيرة تريح الابط. تريح الابط. بتبقى فتحة صغيرة. يعني ما تفتحيش بالمقص لغاية معينة تعدي الخياطة اللي عملتيها دون يطبوص. هي بس ايه? فتحة صغرنا كده تريح الاميس بس اهو. اهو. زي ما حضرتكو شايفين. دي هتخلي الخياطة مضبوطة جدا معانا ومسترياحة وما فيهاش اي مشكلة. زي ما حضرتكو شايفين كده? اهو. بصه بقى كده. اهو خياطة بتستريح جدا. بتبقاش مجدودة. نفس الحكاية عاملها الناحية التانية. اهو. عايزكم تتابعوا قناتي التانية خياطة وتدبير واعادة تدبير. لانا هيكون فيها فيديو مهم جدا. آآ هنحول البلوزة الفستان على ايد وهيبقى شكله لطيف ان شاء الله يعجبكم جدا. اتمنى تشوفوه الفستان لعمر سنتين. وقناتنا التانية اسمها خياطة وتدبير واعادة تدبير. متنسوش تشتركوا في القناة. قربنا على ستوبية الف مشترك. بفضل ربنا. وصم فضلكم. وبشكركم جدا جدا. بشكر كل الناس اللي تابعونا من اول ما بدأنا. مش هقول اسماء عشان اسماءهم كتير. اوي اوي. اخاف انسى حد حد يزعل. كلكم على راسي. وبشكركم رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. هنا انا بس بتأكد من القياس ان انا عملت القياس مزبوط للامس التاني. وعملته مزبوط الحمد لله. وبشكركم جدا. واترككم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.